موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي حنتكلم عنه النهاردة هو فيلم الرسوم المتحركة The Willow Bees طبعا انا فاهم كويس قوي ان الناس كلها دلوقتي مهتمة اكتر بمسلسلات رمضان وبمراجعات مسلسلات رمضان بس انا قلت اني عاوز اتكلم عن الفيلم ده للناس اللي ملهاش في المسلسلات اللي يهمها اكتر انها تعرف اخبار الافلام الجديدة المطروحة والمتاحة واللي ممكن مشاهدتها وبالنسبة للناس دي اللي هي الارواح المهمشة اللي بتتمنى انها تشوف السينما اكتر وملهاش في المسلسلات احب اقول لكم ان انتم السنة دي مع نفسكم انا قاسف انا حعمل رمضان واشياء بسبب عدد من التطورات كده اللي حصلت مؤخرا ولكن حلقات رمضان مش هتبتدي الا يوم الحد او الاثنين نكون شوفنا عدد معقول من الحلقات بتاعت المسلسلات وقررنا ايه هي المسلسلات اللي هنتكلم عنها فلسه قدامنا يمكن كمان فيلم يمكن كمان فيلمين نتكلم عنهم قبل ما نخش في مسلسلات رمضان الفيلم بتاعنا النهاردة هو انتاج كندي امريكي متاح على نتفلكس وهو فيلم رسوم متحركة غريب الحقيقة يعني الوصف الانسب بالنسبة لي انا من انطباعي الاول اول ما خلصت الفيلم انا اتفرجت على حاجة غريبة شويتين قصتنا باختصار بدور عن عائلة عريقة جدا وليها تاريخ كبير جدا اسمها عائلة دولبيز ولكن للأسف في الوقت الحاضر مجد العائلة ده كله انهار بسبب ان الاب والام في الجيل الاخير مش مهتمين بولادهم اطلاقا هي مش مهتمين دي ممكن تكون تخفيف شوية هما الحقيقة بيكرهوهم هما بيكرهوا ولادهم وبيعملوهم معاملة سيئة جدا وده بيخلي الولاد الاربعة اللي هما تم وجين وكنين اخوات توقم اسمهم برنبي اللي كنين اسمهم برنبي فيلم غريب متش عايز اقول لكم يعني بيقرروا انهم يرسموا خطة مع بعض للتخلص من الاب والام وانهم يبتدوا يعيشوا حياة العائلة بشكل صحي وبشكل يستعيد امجاد العائلة العريقة والمخطط بتاعهم بيبان في الاول ان هو نجح ولكن الاب والام قبل ما يسيبوا البيت بناء على الخطة بتاعت الاولاد بيعهدوا مربية او نانية انها ترعاهم ومن هنا بتبتدي سلسلة جديدة من المغامرات في رغبة الاولاد انهم يلاقوا حريتهم في ظل اشراف جديد جاي لهم وبعدين القصة بتاعتنا بتنطلق لاباكن عجيبة اوي وغريبة اوي القصة غير متوقعة على الاطلاق ودي يمكن اصدي اقولها على جانب الشكر او جانب الجانب الايجابي يعني مش الجانب السلبي لان تقريبا كل حاجة تانية لها دعوة بالقصة وبناءها وتطورها بالنسبة لي انا ما عنديش فيها حاجة ايجابية تتقال كل اللي عندي فيها للأسف سلبي انا من البداية الفيلم وانا مصدوم جدا من فكرة الاب والام اللي بيكرهوا ولادهم دول وقاعد منتظر افهم ايه التحول اللي حيطرق على العلاقة دي او العلاقة دي عاوز اتوصل اي نوع من انواع الرسائل اللي بيتفرجوا واللي المفروض يكونوا بيتفرجوا دول هل هم الكبار ولا هم الصغيرين كل دي اسئلة لغاية لما الفيلم خلص انا معرفت اش اجاوبها للأسف وانا مش من الناس او الحقيقة انا من الناس اللي دايما بتعترض او بتستاء من ان في حد يطلع من فيلم يقول ايوة بقى هو الفيلم ده كان عاوز يقول ايه مش كل فيلم في الدنيا مطلوب منه ان هو عاوز يقول حاجة بل ان اغلب افلام الدنيا مش مطلوب منها انها تقول حاجة ومش عايزة تقول حاجة بتقدم قصة مسلية ممتعة درامية شديدة رومانسية شديدة كوميديا شديدة كل اللي انت عاوزه في الدنيا وخلاص بس انا وانا بتفرج على الفيلم دوت لقيته بيستعرض حاجة عجيبة ابو وام بيكرهوا ولادهم محدش في الدنيا او قليلة اوي الافلام انا مع عمري في حياتي ما شفت فيلم خليل نجيب من الاخر تناول حاجة زي كده من غير ما كان عنده حاجة عاوز يقولها حنت نوع من انواع الامراض النفسية مسلا او نوع من انواع الرمزيات اللي بتشير لحاجة بشكل غير مباشر الاب والام اللي بيكرهوا ولادهم هل دي اشارة للحكومات مسلا اللي ما بترعيش شعبها ولا مش فاهم انا مش فاهم وحاول تفهم وانا ادعي ان انا يعني الحمد لله لما ببزن لما بحزق شوية بفهم في الاخر يعني وما فهمتش وقاعد مستني اشوف الموضوع دي رايح فين وبدل ما الحتة دي تتحلق او الحتة دي توضح او تحصلها حاجة بقين عاملين نضيف تعائدات حاجات ليها دعوة ببيبي يتيم دخل في الصورة وقصة تاريخ للناني اللي دخل دي اللي انا اصلا لغاية لما ظهرت في الفيلم كنت متصورها شخصية همش هي هنخلص منها بسرعة او على الاقل هتفضل في الخلفية وراء الولد الصغير اللي لسه مهتم بعراقة العائلة وصاد اخواته اللي عاوزين يعيشوا بس علي النعم ما فهمت حاجة وما تبسطتش كمان بطريقة تطور القصة ما شفتش ان فيها قدر كافي من التسليع على مستوى القصة نفسها لان على الجانب الايجابي بقى بعيدا عن القصة اعنى القصة ما عنديش حاجة ايجابية اقولها عنها غير انها فعلا غير متوقع اللي يتفرج على فيلم زي ده ويتصور ان هو فاهم الفصل اللي جاي ممكن يحصل فيه ايه كل سنة وانت طيب احنا في عالم مجنون مجنون يا تفيدة فما فيش فايدة يعني النقطة النقاط الايجابية التانية بقى اللي موجودة في الفيلم نفسها هي اولا تجربة الرسوم المتحركة او التجربة البصرية المتعلقة باسلوب تنفيذ الرسوم المتحركة لان للمرة التانية على التوالي بالنسبة لي انا بعد فيلم كلاوس متشكر جدا ان انا بشوف ستوديو رسوم متحركة بيراعي الجانب الفني الاكثر تعبيرا عن القصة اللي هو عاوز يقولها بعيدا عن التعقيدات التقنية المتعلقة ببرامج الكمبيوتر والانيميشن وقدي ايه الحركة ممكن تكون سهلة وقدي ايه الالوان ممكن تكون متجردة متدرجة والحاجات دي كلها لا احنا عندنا هنا اسلوب تعبيري قديم قوي شبه الكليميشن لحد كبير رغم ان انا على قد ما انا فاهم هو كمبيوتر جرافيكس تحس ان الحركة شبيهة جدا بالستوط موشن رغم ان انا برضو فاق لا فاهم هنا هي كمبيوتر جرافيكس ما فيهاش موشن هي الانيميشن بتاعتها معمولة ببرامج الكمبيوتر وكلام زي ده بس الاسلوب او التجربة للمشاهد انا ممكن اكون غلط في الكلام ده على حد المعلومات اللي انا شفتها ملقيتش حاجة بتقول هو ايه الاسلوب بالزبط اللي معمول بس هو شكله كمبيوتر جرافيكس هو متجرد بالاصد علشان يقدم شيء مهم جدا اولا ان هو يرجعك في تجربة المشاهدة للمدارس القديمة في الانيميشن في التحريك وعلى الجانب الاخر عشان يزيد من فعالية الكوميديا والكوميديا في الفيلم هي فرص الرهان والتسكرة الرابحة بكل تأكيد الفيلم مصخرة يعني على كمية انا بقولك القصة ما فهمتش معرفتش تواصل ملقتش تسليا ملقتش حاجات كتير اوه ملقتهاش ولكن القصة دي عبارة عن بحر كده مليان امواج مجة تجيبك ومجة توديك المهم انه هي بتجيبك تروح موديك في حتة كده اللي هي مشهد او كدر او موقف معين سريخ ضحك توديك الناحية التانية او تجيبك الناحية التانية تثبت معاك على مواجهة او حوار او معرفش ايه سريخ ضحك انا 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 اتحكت كتير في الفيلم رغم ان انا مش عارفة تواصل مع القصة بس الكوميديا اللي مربوطة بالوحدات البسيطة اللي بتكون الفيلم حقيقي فعالة وحقيقي مرتبطة جدا بالاداء الصوتي اللي موجود في الفيلم وبالتحديد ريكي جيرفيز العامل دور قطة هي اللي بتحكي لنا الاحداث وفي بعض الاحيان بتخش جواها وفي بعض الاحيان بتطلع براها حاجة في منطقة الغرابة يا جماعة الفيلم ده مناسب لفئة لا هي كبار ولا هي صغار اتمنى انها تكون وصلت يعني المهم الفيلم انا استمتعت بتجربته بشكل عام ولكن ما استمتعتش بقصته وما قدرش اقول ان انا فهمتها ولو حد شافه ويحب يفاهمني قصته قصته قصة الفيلم اكون سعيد جدا لو حد يحب يجاهد في الموضوع دوت ويحاول يوصل لي حاجة ممكن ما تكون موصلتنيش اسلوب التحريك والانيميشن انا سعيد ان العالم كله على بعضه دلوقتي في صناعة السينما اللي اتمنى ان هي ترجع تاني ابتدى يصدق اخيرا ان التقنيات المتطورة والتعالية على اعلى حاجة كانت موجودة قبل كده ما بقتش سبيل التميز على الاطلاق ده كده رأي بشكل عام في الفيلم لو حد من حضراتكم شافه ياريت يقول لي تفسيره للقصة او ايه هي الفكرة بشكل عام اللي ممكن يكون طلع بيها ويقول لي اذا كان عجب ولا ما عجبوش ده شيء مهم جدا بالنسبة لي اتظرونا ان شاء الله في مراجعات لافلام قادمة قبل ما نخش في رمضان وبعد ما نبتدي رمضان مش قادر اوعد ان حيكون في افلام ولكن انا ما عقدتش الناية بشكل نهائي اني حوقف مراجعات الافلام ممكن نعمل مراجعات افلام بس انا عادة بوعد بالموضوع ده ورمضان بيسحلني فخلينا نقول انا مش ناوي اوقف بس ما وعدش انه هيكون في مراجعات افلام بمجرد بنبتدي في الموسم اعتقد انه ده الرابع او الخمس من رمضان اشياء حاب اقول لكم في رمضان واشياء ان شاء الله ولو عوزين تتابعوا الحاجات دي كلها ياريت تفتكروا وتشتركوا في القناة الف شكرا لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شارعوا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيعات عشان تجيلكم الحلقات اول باول تابعوني على facebook و twitter و نيمو و باي باي